شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت أو عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة 47% للاتحاد في مدينة الواندا بجمهورية أنجولا وخلال مداخلة له في الاجتماعات أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين ماضية بعزم في رسم وتنفيذ الخطط والمبادرات التنموية الطموحة من أجل تحقيق التزاماتها البيئية والمناخية وأشار حسن إلى أن مملكة البحرين تدعم الحوار بين دول العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار الاقتصاد العالمي في مدخلة أخرى أوضح سعادة النائب منير إبراهيم سرور أن مملكة البحرين وضعت مشروعا استراتيجيا للإنتاج الوطني للغذاء يشمل مصادر الغذاء المتنوعة وتعتزم طرح مشروع المركز العربي للأمن الغذائي على أجندة القمة الأممية للنظم الغذائية وذكر أن مملكة البحرين ماضية بمجموعة من الخطوات الرائدة في تدشين استراتيجية الأمن القذائي 2020-2030 من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية الرامية لتشجيع النظم المبتكرة ترجمة نانسي قنقر